مئة وسبعة عشر شخصاً من بين آلاف النازحين يعودون إلى مناطقهم خبر احتفت به وسائل الإعلام الحكومية في العراق وروجت له على أنه علامة نجاح للبرنامج الحكومي المثير للجدل حول إعادة النازحين وإغلاق المخيمات دون أن تكون هناك أعمال حكومية مقنعة للنازحين الذين ما زالوا يؤثرون حياة الخيام رغم قسوتها على عودة إلى مناطق مدمرة تداهمها الميليشيات بين الحين والآخر وتعتقل المواطنين منظمة الهجرة الدولية أعدت مشروع دراسة لتقييم مدى التقدم الحاصل في تحقيق حلول مستدامة للنازحين والعائدين في محافظة نينوى والوقوف على المشاكل التي تعيق إتمام إغلاق هذا الملف بعد خمس سنوات من نهاية الأزمة بين عامي 2014 و2017 وتشير الدراسة إلى أن ملف العودة للنازحين بعيد عن أن ينتهي وأن وطيرة موجات جديدة لعودة النازحين قد تباطأت على نحو كبير عبر السنوات الخمس الماضية خاصة بين النازحي الموصل بسبب وجود عوائق تتعلق من عدام الأمن واستمرار حالة الدمار وغياب فرص العمل ومن بين الأسباب التي تعيق التقدم نحو تحقيق حلول مستدامة في عودة سليمة وإمكانية التصرف بالملكية والحصول على تعويضات وحقوق أخرى للنازحين هو افتقار العائلات النازحة لوثائق شخصية وهذا ما يشعرهم بأنهم سيكونون أقل أمانا في مناطقهم ولا يمكنهم تسجيل أبنائهم في المدارس فهم أشبه بعديمي الجنسية في بلدهم الأصلي وعلى الرغم من غياب الجدية الحكومية في حلحلة ملف النازحين إلا أنه يشغل حيزا كبيرا من جدول أعمال المسؤولين ويعود السبب في ذلك بحسب مراقبين إلى رغبة المسؤولين في استمرار عملية الاستثمار السياسي في مأساة النازحين فضلا عن تخصيص موازنة لهذا الملف تتم سرقتها لذلك يفضل المسؤولون الحكوميون السير بطيئا بهذا الملف وإبقاء أجنداته في حالة ضبابية يدفع فاتورتها النازحون من حياتهم وحياة أبنائهم